الى ذلك جدد قائد المقاومة الوطنية العهد المعتقلين لدى ميليشيات الحوث الارهابية بالخلاص لهم وللوطن كله جاء ذلك في تهنئة قائد المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح لنجله عفاش الاسير في سجون ميليشيا الكهنوت الحوثية بمناسبة عيد ميلاده وقال العميد طارق صالح في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر مخاطبا نجله الاسير عفاش بالقول اليوم عيد ميلادك الثاني وانت في المعتقل انت حر وانسجنوك في زنازين الكهنوت الامامي الرجعي المتخلف واضاف وعدنا لك ولكل معتقل في يد عصابة السوء والشر عهدا بالخلاص من اسوأ حقبة وعكد قائد المقاومة الوطنية ان اليمن ستعود حرة بحرية كل ابنائها